السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا لكل المتتبعين بارك الله فيكم بارك الله فيكم على الدعاء للوالدين ونفس الدعاء المجهوة لكل من الدعاء لوالدية الله يرحم والديكم وبرك الله فيكم وشكرا ثانيا إخوة ما زال عدد المشتركين يزيد كل يوم يعني لما نعلنا على عشرين سيبرنا في واحد وعشرين وإلى عرنا في تين وعشرين الف ما شاء الله بارك الله فيكم موضوع اليوم يتعلق بأولاد القيد صالح والضجة لأثارها موضوع الوطن والخبر لأنه أول واحد يمد خبر منع بناء القيد صالح من السفر إلى الخارج هي يومية الوطن الثاني الخبر كامل فيما يخص المنع لا يستهب لكي يجيبه ثم يعني كان الناس يقول لك تطور لكي تجيب الخبر لأننا لا تترى لأننا نجيب الخبر يكون تأكد منه ولا سيب على لأن لا يجري وأن لا يربح منه منه بتاع الإنجلي وتقول هاو صلاة هادي وبعد ما كانوا قالوا لا هو حمال كل ما حصل أنه يوم 18 أوت الماضي أنه أولاد اللي قايت صالح ما كانش على بينهم باللي يراهم ممنوعين من السفر وكانوا عندهم جواز السفر ديالهم وبضعة أشهر مقبل كانوا استدعاوهم في المحكمة العسكرية تاع البليد سمعوهم وطلقوهم يعني عبارة عن الأسئلة حول اللي سوف أفتحهم حول أمور خاصة وما قالوا لهم ما يرقم عن السفر ولا أنه حاولهم جواز السفر ديالهم هذي اللي يعني لما كانوا مسافرين نهار الثانيين نهار ثلاث أشهود معروف أنه المطارات يعني من ذات المغلوقة ما كاش طايران ولكن كاين طايران باتجاه خاصة فرنسا ومدن الدول اللي فيها جزائريين عالقين فيها وللي قاد سالح طبعا يعتبرون المميزين اللي عندهم امتيازات المميزين 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 يسافرون في هالطائرات اللي يمشيوا الخارج الدولة باف ركبوا في الطيارة قبل ما تقلع الطيارة الدقائق جاء الأمر باش يهبطوهم دقم شاوليهم جماعة المطار يعني المكتب تعل الأمن تعل جهاز المخابرات اللي في موجود في المطار من شاوليهم وصدعهم مش يحبطو يعني بالعقل ما كان لها حسلة حبطو دوهم صح للمحكمات تعبليدة ولكن المحكمات تعبليدة ما هذا حتى ملف ديالهم هذه المصادر يعني مطلعة على الموضوع يقولوا بلي في محكمة البوليدة ما حتى ملف وما كان حتى بطاقة منع من السفر صدرت من محكمة البوليدة هما حاولوا يتصلوا لما كان في المحكمة حاولوا يتصلوا بالمسؤولين اللي يعرفوهم وكذا ما كان حتى رد فهموهم قالوا لهم بلي رقم ممنوعين من السفر هذا واش قالوا لهم وطلقوهم البارح استدعوهم في ثاكانت عنطر اللي تابعا للأمن الداخلي واستندقوهم له كان فيها سؤال جواب كذا عملنا حاول حاول ماذا دار الاستنتاق هذا العلم لله يعني المصادر تعلم ما هيش قادرة تزيد تدخل حتى ويعرفو هم الأمور معلوماتهم محدودة الى حد باب ثاكانت عنطر لأن المحقيقين اللي عندهم الميلف ما همش تعلي باش يحكيوا الأيوح يكذب عليك يقول لك على بالي واش كان في الميلف واش تحكيه واش تصرع لأنه كاين سقنا بلو كالوازن مو السرية التامة يعني أن الميلف هذا بين أعياد الضابط الفلان والضابط الفلان تحبس هنا يعني يعني إذا خرج السرية يعرفوا بلو يخرج من عند الضباط اللي قاموا بالتحقيق مع أولاد الجايد صالح الأمور هنا حبسة يستنو الآن في المحاكمة بها الدين طريبة كاش ما رح يتكلم على أولاد الجايد صالح و موضوع هنالي نرجع المقال بتاع الوطن كالناس اللي يقولوا كالنا قوة توقف مور المقال هذا لأنه شغل المقال اللي رأو كشف اللعب حتى وأنه الثروة اللي تكلم عنها المقال تاع يومية الوطن ما تبينش بالنسبة الثروة الحقيقية تاع بلاد الجايد صالح بالولو بلاد الجايد صالح عندهم ما شاء الله من خيرات في مخذو ساعد وطبعا لما يقال نروح نقول لك ما سرقنا شغل الاخرين سرقوا كثير مننا عندك هكذا اللي وعلاش غير المال الداو الاخرين الداو كثير ويام عندك الداو غير عشر فيلات خمس شريكات كثير لا شريع هو دول التيران شريع برابور الاخرين ضاير لدون موضوع الاخرين يقول لك إذن المقال الوطن الهدف هو أنه باش ولاد القايد صالح ما يفلتوش من العدالة وهنا سوى زغماطي اللي كان وصاه القايد صالح باش يمشي لأبعد حد ممكن في العدالة في المحاكمات بتاع الفساد أو تبون اللي صار شاف روحه هو في بلاس بابات أولاد اللقاية الصالح في نسبة الأبناء لكي يحميهم صبر روحهم في ورطة يضرب الناح اليوم اللعبة تكشف أولاد اللقاية الصالح يقوم بكري الناس على بالهم لفاز الواطن نجب حتى شي جديد ولكن لما تخرج في جريدة وتزيد مواقع التواصل الاجتماعي اللي اليوم عندها تأثير كبير على العصابة الحاكمة تقول لي يعني صعيب ماش تضرب النح على ملف كما هذا إذا أولاد اللقاية الصالح ما تحكموش يعني هنا خلاص حكاية المحاكمة على الفساد راهي كلها خرطة في الخرطة راهي كلها عبارة عن تصفية حسابات شخصية وضاير من هنا اللي نساءلو وعلاش الملف راهو بين أيدي المخابرات الصح الأمن الداخلي ما زالوا في دين الجيش المخابرات راهي تابعة الوزارة الدفاع تابعة للجيش مخابرات في الجزائر تابعة للجيش وهنا نقول وعلاش ما شي العدالة القضاء المدني اللي هو يستكل في ياخذ الملف يفتح التحقيق اليوم اللي يلف راهو ما بين محكمة العسكرية تعلب البلدة ومرقز عن طر اللي يتابع الأمن الداخلي اللي يتابع المخابرات ابناء ابناء الجايد صراح اللي حكاية حكاية فارغة هي عبارة عن تصفية حسابات وقال وقال وما يكون تسامح ما حتى فاسد ولكن قال لي الفاسد ما يقدرش يحاكم الفاسد السلام عليكم اشتركوا في القناة